موسيقى بالنظر لما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة لتطويق رقعة انتشار وباء كوفيد-19 دخل قرار السلطات العمومية القاضي بإغلاق شواطئ مدينة الدار البيضاء دخل حيز التنفيذ بسلاسة وذلك ابتداء من منتصف ليلة الجمعة 21 من غشة الجاري فعلى امتداد شاطئ للمريم وعين الدياب والذان يشهدان توافدا مكثفا للمصطافين من قبل ساكنة المدينة ومن مدن أخرى في الأيام العادية تزامنا مع عطلة فصل الصيف بدل مشهد غير ذلك فضاءات خالية تماما من المصطافين فقد تحركات أفراد الأمن وأعوان السلطة تكسر هدوء المكان وعلى طول ممشى كورنيش المدينة رجال ونساء وشباب من مختلف الأعمار يمارسون رياضة المشي وهم يرتدون الكمامات الواقية ويأخذون مسافة الأمان تطبيقا للتباعد الجسدي وبين هذا الموقع وذاك يافطات ثبتت بعناية تفيد بإغلاق شواطئ المدينة فيما سيارة رجال الأمن والقوات المساعدة تجوب المكان حرصا على حسن تنفيذ قرار الإغلاق وقد جاء هذا القرار بناء على خلاصات عمليات التتبع اليوم والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع وعلى إثر تسجيل ظهور بؤر وبائية جديدة بمجموعة من أحياء المدينة بدائرة سيد علال التازي قامت السلطات المحلية بتوزيع أقنعة واقية لفائدة أشخاص معوزين في إطار حملات التحسيس والوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد وخلال هذه العملية التي أطلقتها السلطات المحلية بتراب الدائرة تم بث رسائل توعوية وتوزيع كميات من الكمامات الواقية خاصة لفائدة الأشخاص من ذوي الدخل المحدود وذلك عقب ارتفاع عدد حالات العدوى بالفيروس وهكذا تم توجه نداء إلى الساكنة المحلية بشأن ضرورة احترام قواعد الوقاية خاصة ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة واحترام التباعد الجسدي وتعقيم أو غسل اليدين بشكل متكرر وتندرج هذه المبادرة في إطار مواكبة الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والمحلي على حد سواء من أجل تفعيل أمثل لإجراءات الوقاية الرامية إلى مكافحة الجائحة جمعت بينهن الرغبة في تأمين استقلالهن المالي وتحسين أوضاعهن السوسيو اقتصادية فقررنا التكتل في ظل تعاونيات تضامنية نسائية غير أن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد أربك كل الحسابات فقد جعلتهن هذه الجائحة يقعن في براثين الخيبة مما دفع بهن إلى توحيد الجهود حتى لا يصير هذا الحلم مجرد صراب والمقاومة والصمود لضمان البقاء ضمن باقي مكونات النسيج الاقتصاد الوطني في ظل هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة والتي تسببت في ركود كبير للعديد من الأنشطة الاقتصادية والمهنية كان لابد من العمل على بلورة خطط بديلة تمكن تعاونيات من الاستمرار في تسويق منتجاتها المحلية والخروج من وضعية الانكماش وفسح المجال لخلق فرص الشغل ومحاربة مظاهر الفقر والتهميش ومن حيث التوزيع الجغرافي لأقاليم جهة الضرب داستاد فإقليم جديد يستحوذ على 33% من التعاونيات يليه صدب النور بما يناهز 24% ثم الدار البيضاء بنسبة 17% بينما تتقاسم الأقاليم الأخرى لجهة نسبة 26% دربت العاصفة الاستوائية لاورا بورتوريكو ما تسبب من قطاع الكهرباء والماء عن الآلاف وخصوصا في المنطقة الجنوبية الشرقية وهي الأكثر تضرورا من العاصفة في الجزيرة وضربت الرياح القوية والأمطار الغزيرة أشجار النخيل ومركب شراع في البحر ما تسبب بسقوط الأشجار وفيضان المنازل في مدينة جواياما في حين شهدت أسلاك الكهرباء المتضررة وقد تساقطت وسط طريق تغمره المياه أثناء مرور عدد من المركبات في بلدة ساليناس وقالت عمدة ساليناس كارلين بونيلا كولون في ساليناس شعرنا بالتأثيرات المباشرة لمرور العاصفة لاورا ولسيما في فترة بعد الظهر حيث تدهور الوضع كثيرا مع هطولات مطرية غزيرة متتالية وهبوب رياح شديدة وتسببت العاصفة لاورا من قطاع الكهرباء عن نحو 200 ألف شخص والقطاع الماء عن حوالي عشرة آلاف آخرين كما تم الإبلاغ عن حدوث انهيارات أردية سببتها الأمطار الغزيرة وهبوب رياح بسرعة 107 كم في الساعة في المناطق الجنوبية والشرقية من الجزيرة يستعد عشاق السحرة المستديرة مساء الأحد لمتابعة نهائي دور أبطال أوروبا بين فريق باير ميونيخ وباريسان جرمان على ملعب النور في العاصمة البرتغاليا ليشبونة وهو نهائي مثير لموسم استثناء في تاريخ البطولة وكرة القدم بشكل عام ولمن يتساءل لماذا كان الموسم الذي يقترب من نهايته استثنائيا يجب أن ينظر إلى طوله والظواهر التي شهدها وسجلها تاريخ كرة القدم خلاله حيث توقفت اللعبة عدة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا ثم عاد الموسم بتدابير لم تشهدها اللعبة من قبل وعندما يواجه باير ميونيخ الألماني صاحب التاريخ الحافل في البطولة ورابع أكثر فريق فاز بها يواجه الوافد الجديد على النهاء باريسان جرمان الذي يعمل على الفوز بهذه البطولة منذ تسع سنوات أنفق خلالها الكثير من المال لشراء لاعبين مميزين وخلال هذه المباراة الاستثنائية ستحلق طموحات مشجع كل فريق عاليا وستترقب الأعين كل تمريره